موسيقى مساء الخير عزيزان المشاهدين نرحب فيكم في فقرتنا الأسبوعية فقرة تكنولوجيا المعلومات في حلقات سابقة تكلمنا عن مخاطر الدخول إلى شبكة الويب إلى شبكة الانترنت وتصفح الويب من خلال شبكات لاسلكية مجانية عامة وهي البوبليك واي فاي وشفنا شون أنه ممكن أن المعلومات التي تنقلها وتستقبلها عن طريق الشبكات هذه ممكن أي شخص عنده خبرة في الاختراق يقدر يخترقها ويعترضها وشفنا أنه أيضا فيه مخاطر كثيرة مثل تتعلق بسرقة الفاسورد الخاصة فيك الإيميل التي ترسل وتستقبلها الغسائل التي ترسل وتستقبلها عن طريق وسائل الشبكات الاجتماعية فهذه كلها ممكن تكون مخاطر تتعرض لها في شبكات الواي فاي أيضا فيه شيء يسمونه سيشن هاي جاكينغ اللي هو جلسة الويب اللي قاعد تستخدمها ممكن الواحد يأخذ السيشن هاي جاكينغ ويطلع عن كل المعلومات اللي قاعد تتبادلها مثلا مع حسابك البنكي فإذن فيه مخاطر كثيرة طيب ساعات أنت تحتاج أنك تستخدم شبكة واي فاي عامة مثلا في مطار أو في كافي عشان تدخل على الويب أو تدخل على النبام الانترانت الخاص بجهة العمل عندك طيب شو تسوي طبعا لازم تعرف أنت إذا استخدمت نقاط واي فاي عامة معلوماتك معرضة للخطر إلا إذا كان اتصالك بي الموقع الويب هذا يتم عبر نفق أو اتصال مشفر طبعا ممكن تقول طيب شون أقدر أسوي الاتصال المشفر هذا راح تقدر تسوي عن طريق شيء سمونا بيرتشوال برايبت نتوركس تكلمنا بحلقة سابقة شون بيرتشوال برايبت نتوركس وشون تشتغل وشون هي مفيدة طبعا في المحاضرة في الحلقة هذه آسف راح نتعلم شون نقدر نسوي بيرتشوال برايبت نتورك بشكل عملي وشون نسوي بروكسي يكون مرتبط بالشبكة هذه ونقدر نتصل فيه مباشرة من أي كافية أو من أي شبكة واي فاي عامة بحيث لنا يكون التصالب الانترنت مشفر إذا طبعا أنا محتاج أن أسوي بروكسي يكون مرتبط بشبكة شبكة افتراضية خاصة بي بي أن طبعا ممكن تسألني طيب شون البروكسي البروكسي هو عبارة عن جهاز وسيط بينك أنت كمستخدم وبين موقع الويب لما تتصفح الويب تطلب معلومات من الويب الطلب اللي طلبتها يروح للبروكسي البروكسي يأخذ المعلومات اللي أنطلبتها بعدها يرسلها لك أنت مباشرة في الحالة هذه أنت ما قاعد تأخذ المعلومات من الويب مباشرة قاعد تأخذها عن طريق وسيط لكن البروكسي هذا مكافي البروكسي إذا كنت قاعد تستخدم اتصال غير مشفر بالويب عن طريق البروتوكول الـ HTTP غير المشفر معنا هذا أيضا أي شخص فيه محيط الشبكة اللاسلكية مثلا شبكة الكافية مثلا يقدر يشوف المعلومات اللي قاعد ترسلها وتستقبلها طبعا إذا معنا هذا شنو محتاج؟ أنت محتاج إلى شبكة افتراضية خاصة بيرج وبرابيت نتورك وتكون مشفرة هذا تكون بين جهازك أنت قاعد تسخدمه وجهاز البروكسي اللي قاعد يصير كوسيط بحيث أن المعلومات اللي تنتقل من وإلى البروكسي تكون مشفرة وهذا اللي يسمونه الإنكريبتد تانيل أو النفق المشفر اللي تمر فيه المعلومات بدون ما حد يقدر يعترضها طيب في الحالة هذه عن طريق البروكسي وعن طريق الشبكة الطريقة الخاصة أنت تضمن أن معلومات اللي ترسل وتستقبلها من أي شبكة واي فاي عامة سواء بكافية أو في مطار أو غيرها راح تكون مشفرة ما حد يقدر يخترقها أو يطلع عليها طيب شو المتطلبات اللي تحتاجها عشان تسوي العملية هذه ورح تشوها بشكل عملي الآن وتقدر تسوي البروكسي هذا ببيتكم جهازك اللي في البيت ويكون عندك البروكسي الخاص فيك والشبكة الافتراضية المشفرة الخاصة فيك يعني ما أعطي أنك تروح وتشتري يعني أجهزة أو برامج لا كلها راح يكون مجاني شلون؟ أول شي تحتاج جهاز كمبيوتر يكون متصل بالإنترنت بشكل دائم عبر مثلا خط DSL على سبيل المثال ويكون متصل دائما بالإنترنت وهذا راح يكون اللي تركب عليه البروكسي اللي راح يكون يربطك مع الإنترنت بشكل تمل طيب أيضا تحتاج لنظام هماتشي هماتشي هذا نظام من شركة اسمها LogMeIn نظام مجاني يقدر يسمح لك أنك تسوي Virtual Private Networks وتربطها بجهازك بحيث تصفح مباشرة عن طريق الVPN هذه أيضا تحتاج حق نظام مجاني آخر اللي هو بريفوكسي بريفوكسي هو عبارة عن نظام بروكسي ممكن تركبه على جهازك ويعمل كبروكسي من خلال حتى جهاز المنزل وهذا أيضا نظام مجاني Open Source طيب أول شي راح تسوي راح تركب هماتشي اللي هو نظام الشبكات الفتراضية راح تركب على جهازك اللي في البيت اللي راح يصير بروكسي فتروح عند موقع هماتشي تنزل البرنامج بعد ما تسوي الأكاونت عشان تنزل البرنامج تسوي لك حساب تروح Add Client بعدها Install LogMeIn هماتشي on this computer تنزل البرنامج عندك يتركب هذه شاشة البرنامج بعد ما يتركب تروح تقول له Create a New Network إن شاء شبكة جديدة تتسمي النتورك هذه باسم معين ID وتخلي لها Password معين عشان تقدر تخلىها لاحقا حطيت اليوزرنام وال Password بعد ما تروح تاخذ ال IP الخاص بالشبكة هذه طبعا أنا مغطي لل IPs هذه اللي هي أغراض أمنية بعدها الحين تركب Preboxy اللي هو البروكسي على الجهاز اللي في المنزل اللي راح يصير البروكسي قلنا رايت كلك على علامة اللي هي في الشاشة عندك على أسفل الشاشة Edit Preboxy روح عند Main Configuration داخل Main Configuration روح دور على لين اللي هو Listen Address Listen Address تروح عند Listen-Address وتغير ال IP ال IP راح يكون موجود بالشكل هذا 127 اللي هو ال IP الأساسي الافتراضي اوكي 127.001 غيره إلى ال IP اللي راح تاخذ من هماتشي وخل البورت يكون 8118 هذا البورت اللي راح تستخدمه الحين بعد ما ركبتها روح للجهاز اللي تبي تصفح عن طريق الوب أنا هنا في المثال هذا قاعد اتصفح عن طريق جهاز ماك ركبت الهماتشي مع البروكسي على جهاز ويندوز الان راح تصفح عن طريق جهاز ماك فراح اركب الان هماتشي لان لازم ايضا يتركب عندي الجهاز اللي تصفح منه كاكلاينت اتركبه عندك قاعد ركبه الان على الماك ركبت عندي على الماك قلت له الان كريايت طبعا ما راح اقول له كريايت نتورك راح اقول له جوين نتورك في الحالة هذه فراح جوين نتورك الان اتحق بالشبكة او اتصب بالشبكة نتورك اي دي احط الى اي دي اللي كتبته اسم الشبكة الباسوورد الان خلاص اتصلت بالشبكة اللي شويتها في البيت اللي هي البروكسي مالي الان خلاص ااخذ الاي بي اللي عندي اللي انا سويته في البيت اللي اعطانيها و بعد ما ااخذ الاي بي هادش راح اسوي راح اروح عند المتصفح اروح عند المتصفح اللي هو مثلا الـ Firefox في الماك عندي اروح عند Preferences بعدين اروح Advanced داخل Advanced اروح نتورك داخل Network اروح Settings داخل Settings اروح Manual Proxy Configuration و أحط الإي بي مع البروكسي مع البورت اللي هو 8118 طبعاً الخطوات هذه نفسها رح تسويها لو كان جهازك مو ماك رح تنزلها ما تش عندك و تقولها جوين نتورك مو كريات نتورك جوين نتورك و تروح تاخذ الإي بي اللي انت حطيت في الكوباقريشن و تحطه في البروكسي البروكسي سيتنجز اللي في البراوزر عندك مثلاً في فييرفوكس بنفس الطريقة بس في الويندوز ما رح تكون بريفرانسيز رح تروح لأوبشنز نتورك سيتنجز و تحط مثل ما قلنا الإي بي في البروكسي ما نوال البروكسي سيتنجز في الحالة هذه رح تتصل بالإنترنت عن طريق نفق مشفر تابع تختبر إذا أنت سويت عملية صح ولا لا رح تروح على موقع تكتب موقع كونفيج بريفوكسي دوت أورج و تكتب الموقع هذا من خلال البراوزر مالك المتصفح في الجهاز اللي ربطته بالبروكسي لازم تطلع لك الشاشة هذه ديس إزبريفوكسي كذا كذا على جهاز كذا مربوط بالآي بي كذا إذا شفت الشاشة هذه معنات أنت خلاص قاعد تدخل عن طريق بروكسي تبتأكد أكثر تروح عن شاشة اللي هما تشعر جهازك تقول له بينج تسوي بينج عشان تأكد أنت متصر بالسيرفر مالك و رح يطلع لك بينج ويعطيك الآي بي زمالة السيرفر اللي متصر فيه عن طريق البروكسي طبعاً مغطي الأغراب أمنية فيبين لك أنه فعلاً لايف و أنت متصر عن طريق البروكسي في الحالة هذه أي معلومات ترسل وتستقبلها رح تكون عن طريق البروكسي اللي في البيت عندك اللي سويته و اللي قاعد يخليك تدخل بشكل مشفر إلى المعلومات وتستقبلها من أي شبكة واي فاي عامة بشكل آمن بدون أي خطر أنه يتعرض لك أحد أو لمعلوماتك أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة و نعود لزملائنا لختام البرنامج شكراً لك دكتور صلى على فقرة تكنولوجيا المعلومات